أهلا بكم عنوان هذا المقال يعني إسرائيل حذرت إيران قبل الضربة الأخيرة هنا مقصود بها قبل الضربة الأخيرة هذا الخبر تم نقله من خلال أكسيوس يعني أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي طائرات IDF هنا جيش إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني سواريخ عديدة Early on Saturday فجرة يوم السبت Early هنا تعني باكرا باكرا يوم السبت Targeting a number of facilities in the Islamic Republic مستهدفة العديد من المنشآت في الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية الإيرانية in the Islamic Republic Targeting مستهدفة Israel relayed a warning to Iran through several third parties ahead of its missile strike against the Islamic Republic on Saturday يعني هنا إسرائيل أرسلت تحذيرا إلى إيران Israel relayed a warning to Iran through several عبر العديد من الأطراف الثالثة خلال عدة أطراف الثالثة Throw several third parties ahead of its missile strike قبل ضربتها أو هجومها الصاروخي Against the Islamic Republic ضد الجمهورية الإسلامية حسب ما أفد موقع أكسيوس أكسيوس has reported Citing three anonymous sources نقلا عن ثلاثة مصادر مجهولة Citing three anonymous sources Sources تعني مصادر Sources According to the media outlet West Jerusalem indicated What type of targets It was attack While cautioning Tehran Against retaliating وبحسب وسائل الإعلام According to the media outlets Media outlets تاني وسائل الإعلام West Jerusalem Indicated What type of targets It would attack أشارت القدس الغربية هنا القدس الغربية يقصدون بها إسرائيل يعني عاصمة إسرائيل طبعا هي ليست عاصمة إنما استعمار واحتلال West Jerusalem indicated أشارت إلى What type of targets يعني نوع الأهداف It would attack التي ستهاجم التي ستهاجمها While cautioning Tehran Against retaliating مع تحذير تهران من الرد While cautioning Cautioning يعني تحذير While cautioning Tehran Against retaliating Retaliating هو الرد هو الانتقام جاءت من retaliation التي تعني الانتقام والثأر Early on Saturday يعني مبكرا في يوم السبت IDF spokesman IDF spokesman يعني المتحدث باسم جيش إسرائيل Daniel Hagari Reported أفاد Reported يعني نقال قال That Israeli forces أن القوات الإسرائيلية Were conducting Precise strikes أنها كانت تقوم وتنفي الضربات دقيقة Were conducting Precise Precise يعني دقيق Strikes ضربت On military targets على أهداف عسكرية In Iran The operation The operation reportedly Code named Days of Repentance يعني العملية The operation التي أطلق عليها اسم أيام التوبة Reportedly Codenamed Codenamed يعني أطلق عليها سميت Codenamed Codenamed يعني سميت بهذا الرمز Days of Repentance أيام التوبة Was being launched Was being launched In response To months Of continuous Attacks From the regime In Iran يعني هي تم إطلقها هذه العملية ردا على أشهر من الهجمات المستمرة من قبل النظام في إيران In response To months Of continuous Continuous يعني مستمر Attacks هجمات From the regime In Iran Regime تعني النظام النظام الحاكم في إيران Against The state Of Israel يعني ضد دولة إسرائيل He clarified أوضح He clarified من الذي أوضح Spokesperson IDF Spokesperson يعني متحدث باسم الجيش الإسرائيلي هو الذي أوضح هذا الكلام ففي اللغة الإنجليزية عندما تقول عندما يقول شخصا كلاما ما ذائما ما نضع قال في نهاية كلامه نكتب الكلام الذي قاله وفي النهاية نقول هو قال أو هو أوضح كما نرى هنا He clarified هو أوضح على خلاف في اللغة العربية نكتب الشخص الذي قال الكلام في البداية مثلا محمد قال ثم نضع كلامه أو ننقله بين قوسين The Israelis made it clear to the Iranians in advance what they're going to attack in general and what they're not going to attack Axios reported هنا فكما أفاد موقع Axios Axios reported بأن الإسرائيليين أوضحوا للإيرانيين مسبقا ما الذي سيهاجمونه بشكل عام وما لن يهاجموه The Israelis made it clear هنا made it clear تعني أوضح made it clear to the Iranians in advance للإيرانيين مقدما سلفا قبل الهجوم what what they're going to attack ما الذي سيهاجمونه in general يعني بشكل عام and what they're not going to attack وما الذي لن يهاجموه هنا نرى نفس السيناريو كما أن إسرائيل قامت بتحذير أو بإبلاغ عن هجومها قبل أن تقوم بمهاجمة إسرائيل أبلغتها عن هجوم نفس شيء واقع هنا إسرائيل أبلغت إيران عبر أطراف تالية بأنها ستهاجم ومن الذي ستهاجمه ربما هذا لكي يتجنب التصعيد وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن ذلك يعكس محاولة للحد من تبدل الهجمات المستمر بين إسرائيل وإيران ومنع تصعيد أوسع نطاقا أو منع تصعيد أوسع نطاقا The US Media Outlet Asserted وسائل الإعلام أو وسيلة الإعلام الأمريكية لأن هنا فقط outlet واحدة ونتحدث عن Axios أكدت The US Media Outlet وسيلة الإعلام الأمريكية Asserted أكدت That this reflected أن هذا يعكس That this reflected an attempt to limit the ongoing exchange of attacks محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر An attempt to limit the ongoing exchange of attacks between Israel and Iran بين إسرائيل وإيران and prevent a wider escalation ومنع تصعيد أوسع نطاق هنا escalation تعني تصعيد escalation escalation wider يعني على نطاق أوسع wider escalation تصعيد أوسع according to the report يعني طبقا للتقرير according to the report Israel also warned the Islamic Republic against responding to its attack فهنا إسرائيل حذرت كذلك الجمهورية الإسلامية من الرد على هجومها responding to its attack هنا نقول warn against warn against أن يحذر من warn against إسرائيل also warned the Islamic Republic against ثم نكتب الشيء الذي حذرت منها responding to its attack threatening a more devastating strike if تيران does retaliate وهددت إسرائيل هددت بتوجيه ضربة أكثر تدميرا إذا قامت تهران بالانتقام threatening مهددة a more devastating strike ضربة أكثر تدميرا more devastating strike if تيران does retaliate إذا قامت تهران بالانتقام أكسيوس claimed that Dutch foreign minister Caspar Veldkamp was one of the channels used by Israel to convey its message to Iran وزعم وزعم موقع أكسيوس أكسيوس claimed claimed زعم that Dutch foreign minister message to Iran the diplomatsi confirmed بأنه تحدث مع وزير الخارجي الإيراني that he had spoken with the Iranian foreign minister بشأن الحرب about war والتوترة المتصاعدة and the heightened tensions في المنطقة in the region سأعيد قراءتها in a post on X formerly Twitter on Friday the diplomat confirmed that he had spoken with the Iranian foreign minister about war and the heightened tensions in the region he added that he had urged Tehran to exercise restraint وآضاف أنه حث Tahran على ممارسة ضبط النفس he added that he had urged Tehran to exercise restraint exercise restraint يعني ضبط النفس شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درس آخر هذا المقال أني لا يزال طويلا لكن سأضع لكم الرابط المقال مع الترجمة تحت الفيديو إذا أردتم إكمال قراءته إلى اللقاء